موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين المحترمين أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من قضية وظيفة موسيقى لم تكن ثورة الثاني من ديسمبر عام 2017 مجرد ثورة أو ردة فعل للوحشية والفساد الحوثي فحسب بل حصلت قناعة جماعية أن الميليشيات غير قابلة للسلام والتعايش مع الآخر وأن خيار مواجهتها وإنهاء سطوتها وتحرير اليمن من سلطتها الفاشية وعنصريتها السلالية إجباري مهما كانت التضحيات فعلا كانت التضحيات بحجم الحدث حيث قدم الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكا ورفاقهم الأبطال أرواحهم فداء لليمن الجمهوري الديمقراطي الحر وبذلك أحدث الثورة ديسمبر قطيعة كاملة وناجزة مع الميليشيات بخرافتها العنصرية وارتباطاتها الإيرانية وإمعانها في تدمير مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتحويلها إلى أدوات لخدمة مشروعها يديرها ثلة أدمن القتل والنهب والسطوة وتزوير وعي المواطنين بما يؤسس لفوضى مستدامة تهدد قوام الدولة والسلم الأهلي والوطني تحرير اليمن من فساد وتسلط واستبداد العصابة الحوثية أهم أهداف ثورة ديسمبر ومنطلقا لمشروعها الوطني الجمهورية أدعو كل جماهر شعبنا العظيم في كل المحافظات في كل المديريات في كل العزل في كل الأحياء في كل مكان إلى أن يهبوا هبت رجل واحد للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية في الثاني من ديسمبر انطلقت من قلب العاصمة صنعاء الثورة ضد العصابة الحوثية النسخة الأكثر إجراما وقبحا ودمويا من الإمام الكهنويتية الظالمة الثورة التي دعا لها وقادها الزائم الشهيد علي عبدالله الصالح ودفع حياته ثمنا لموقفه الوطني البطولي دفاعا عن قيم ومبادئ ومكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية حينها لب الشعب والوحدات العسكرية الوطنية دعوت الزائم وكادت صنعاء تستعيد تاج عربتها وهويتها الوطنية العربية كانت ثورة الثاني من ديسمبر ضرورة وطنية انتصارا لهوية اليمن ونظامه الجمهورية الديمقراطية العادل ضد الكهنوت الامامية البغيض ولم تنتهي باستشهاد قائدها بل اسست لفصل جديد من فصول الكفاح الوطنية ترسم ملامحه الوطنية بكل وضوح بطولات وتضحيات ابطال القوات المشتركة وثباتهم في جبهات العزة والكرامة والشموخ على امتداد الجغرافية اليمنية الغالية مؤكدين اسرارهم مواصلة درب الشهيد الزائم الصالح ورفاقه الخالدين حتى يتحقق النصر العظيم على العصابة الحوثية الرجعية التي تخشى من صحوة هذا الشعب الجبار الذي لا يقهر وتعلم يقينا بأن ثورة الشعب لن تكون إلا إعصارا هادرا سيقتلعها من جذورها ويخلص الشعب اليمنية من أفكارها الظلامية وسلوكياتها العدوانية تجاه الشعب والنظام الجمهوري والوحدة والحرية والديمقراطية وتسببت في قتل أبناء اليمن ومزكت نسجوم الاجتماعي وكرست عوامل الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد إن الانتصارات التي يحققها أبطال القوات المشتركة تؤكد للعالم أجمع أن لا مكان للمليشي الحوثية السلالية ولا لأطماع ملال طهران ولن يسمحوا للكهنوت الحوثي بتحويل اليمن إلى حوزة الخمينية أو قاعدة عسكرية إيرانية تستهدف دول الجوار العربي وتهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر إذن ثورة الثاني من ديسمبر فاتحة النصر الجمهوري في ذكراها الرابع محور قضيتنا لهذه الحلقة التي سوف يبدأها مباشرة بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين العزاء مجددا يسعدني أن يكون بمعيتي حول موضوعي وقضيتي هذه الحلقة الثاني من ديسمبر في الذكرة الرابعة للانتفاضة يكون بمعيتي الأستاذ الدكتور جمال الحميري عضو اللجنة دائمة في المؤتمر الشعبي العام دكتور جمال مرحبا بك إذن أربع سنوات من عمر الجرح وإذن أربع سنوات من عمر دعوة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح للانتفاضة هلأ تحدثنا في البداية عن الضرورة وعن الحدث أصعد الله مساءكم بكل خير ولكل المتابعي قناة اليمن اليوم وفي البداية نترحم على روح الشهيدين الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والأمين عارف أوض الزوكة وكل شهداء ديسمبر الرحمة والخلود لهم بالنسبة نعلم جميعا أن هناك كان عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية هي التي أدت بعدما فاض الكيل أدت إلى انفاضة الثاني من ديسمبر اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا ولكل يعلم ويدرك ممارسة الحوثي كانت في البداية الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح أراد أن يحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة ولكن تلك الميليشيات لم ترضخ لتعنتها وكان هدفها الأساسي هو كيف تسيطر على مؤسسات الدولة وكيف تعيد العقد الزمن الماضي للإمامة في اليمن بموجب المخططة الإيراني نحن ندرك أن هناك كان اتفاق على شاء الناس هنا في مغلوط ومفهوم غلط لدى الجميع بأن علي عبدالله صالح كان شريك للحوثيين علي عبدالله صالح اذطر أن يكون في داخل وطنه أن يحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة ولكن هذه العصابة لا ينفع معها السلم على الإطلاق وكان هناك اتفاقيات بالنسبة أن الرجوع إلى الدستور والقانون إلغاء اللي كانت الثورية لكن عندما اشتشعر الزعيم بأن هناك تمدد عسكري وتمدد سياسي وتمدد اجتماعي ناهيك عن التمدد الفكري حتى في تغيير المناهج وهي كانت الانفجار لو نتذكر كلمة الزعيم الشهيد يوم 22 أغسطس قبل المهرجان وكلام الأمين عارف الزوكة عندما راحت موارد وزارة المواصلات وردوها إلى خزانة الدولة والذي قال الزعيم والأمين إنها كانت كافية لمرتبات ثلاثة أشهر للموظفين أن تروح تلك الأمال ناهيك عن ما بدأوا بتغيير المناهج وإرادة دخال أفكار دخيلة على الطلابنا وعلى مدارسنا ويامعتنا بتغيير المناهج فعند الشعار كانوا تغيير فكري ممنهج حتى فكريا وليس عسكريا فقط فهم ساروا على كل شيء وكانوا يخططون مسبقا لذلك فحفاظا على الجمهورية وحفاظا على الثورة والجمهورية والوحدة والحرية الذي أعطى علي عبدالله صالح الشهيد الزعيم رحمة الله تغشاه مجزات الماضية في تحقيق ذلك وهذه ثوابت وطنية أخي الكريم عندما اشتشعر الخطر الكبير والقم بالتهام الثورة والجمهورية انتقاما لثورة الثالث والعشرين من ستمبر والرابع عشر اكتوبر من تلك الميليشيات الكهنوتية أعلن انتفاضته من داخل صنعاء وليس من خارج صنعاء من داخل بيته انتفاضة في وجه الميليشيات وأعلنها بالصوت المسموع لدى الجميع هبوا هنا للشعب لم تكن لحزب معين أو طائفة معينة أو لمحافظة معينة ولكن قالها مدوية بكل شجاعة هبوا من كل المحافظات من كل المديريات من كل العزل من كل الأحياء لانقاذ الثورة والجمهورية هذه ثوابت أخي وطنية عندما يشتشعر الإنسان الوطني والتي راحت كم من جماجين في ثورة ستة وعشرين ستمبر والرابع عشر من اكتوبر وضحوا في سبيل هذا المنقذ العظيم ناهيك عن الوحدة اليمنية وتمزيق النسيق الاجتماعي الذي حاول ميليشيات الحوثي تمزيق النسيق للوصول ويعتبرون ذلك قسرا للوصول إلى السلطة ناهيك عن الحرية الديمقراطية التي يفتخر المؤتمر الشعبي العام منها تحققت بعهد الزعيم صالح رحمة الله تغشاه وانتقلنا إلى الديمقراطية والانتقال من العمل السري الحزبي تحت الطاولة إلى فوق الطاولة بالعمل العلني حرية الإعلام حرية الرأي حرية هذه منقذات وثوابت وطنية لا يجب المساس فيها عندما اشتشعر الزعيم بذلك وبالخطر لذلك هناك قلنا عوامل اقتصادية انهارت البنك المركزي بداية الميليشيات تسيطر على مؤسسات نهبة الدولة شن المشرفين وعلى الوزارات وعلى المحافظات بتلك اشتشعر الزعيم الخطر القادم والذي قائم من قدر الحصول ولو نتذكر حتى عندما في 2011 وعندما اشتشعر بالخطر ودع القوة بكل القوى السياسية وناشدهم بالاتحاد إلى كتلة واحدة أمام الميليشيات لأنهم هناك مخطط للميليشيات الحوثية للاستيلاء على صنعة ولكن اذن من طيم واذن من عجين لا ان يسمعوا لذلك الصوت فهذا يذكرنا بالصوت الوطني الصوت الشجاع عاش علي عبدالله صالح ثوريا جمهوريا حرا ومات جمهوريا ثوريا وحدويا حتى النخاء نعم هناك حقيقة نقاط جم ما ذكرتها دكتور فيما يتعلق بالمسيرة وفيما يتعلق بما خسره الوطن وخسره الشعب من محطات وقواعد وأهرامات ديمقراطية حقيقة أسس لها وأسسها الزعيم طوال حياته ولكن لم أقاطعك لكي تستطرد وسوف نتطرق إليها لاحقا إذا سمحت لي دعني أذهب إلى ضيفي الآخر فؤاد فدامة من ولاية ماتشين في الولايات المتحدة الأمريكية وليد نعم وليد فدامة من الولايات المتحدة وليد مرحبا بك وهو مسؤول التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام في الولاية وليد مرحبا بك أولا هل أخبرتنا كيف احتفت الجالية اليمنية بهذه الذكرى وكيف أحيتها في الولايات المتحدة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم تحييات الوطن والحب والحرية والديمقراطية والطورة وتحييات الزعيم علي عبدالله صالح السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أخي أستاذي العزيز عيزة العسد شكرا للإستقاطة لهذا المعنى جراعي وتحيياتي أيضا للضيف العزيز بالكتور جمال الحذيري ولكن جميعا ولقناة اليوم أرسوا بك سيدي العزيزة نحن الحمد لله في الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاث مشكلة الثلاث وفي بعض الولايات نقيم من حين استشهد الزعيم الراحل علي عبدالله صالح والذي كان يمثل لنا الأب الروحي ولا زال وسيبقى دائما وأبدا إن شاء الله حتى بعد رحيله فهو لا زال بيننا لم نحتفل وإنما كانت ذكرار مؤلمة وحزينة ولكنها أيضا تبعث في نفوسنا وفي نفوس الرجال والأبطال والشرفاء الروح المعنوية لتحقيق ما بدأه في 2 ديسمبر من أجل عادة الثورة والحرية والديمقراطية التي حقيقة نفتقدها وافتقدناها بعد رحيله ولم نفتقدها نحن فقط بل أعتقد بأن حتى من حاربوه ومن وقفوا ضده ومن خرجوا ليقولوا أرحل أفتقدوها هم أكثر منا لأنهم فقدوا ما كانوا يظنوا أنهم سينالوه بعد رحيله نعم فنحن أبنا الزعيم وسنبقى على ذلك العهد حتى تعود بلادنا إن شاء الله حرة أبية جنهورية لا يحكمها لا سلالة ولا طائفية ولا منحي محدد ولا معين فنحن ولله الحمد ولدنا المسلمين ولا نحتاج لأحدنا أن يدخلنا الإسلام ولا نحتاج لأحدنا أن يدخلنا الجنة فجنة ربنا مستوحة لنا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد الرسول نعم لكن ذلك في السياق العام أستاذ فؤاد ماذا عن الاحتفاءية الصوت ليس واضح نعم أستاذ فؤاد ماذا عن الاحتفاءية كيف أقيمت وأقصد بالاحتفاءية وليست الاحتفاءية بمنظور الاحتفال وإنما بإحياء ذكرى ثورة 2 ديسمبر عن الحضور عن الكلمات التي أرقيت سيد العزيز نحن أصلا تتفكرنا في الموضوع منذ وقت مبكر ونحن في ولاية مشقل أو في الولايات سأتكلم عنها نحن في ولاية مشقل لدينا أربع أمور يجب أن نحتفل بها سنويا وهي ثورة 26 سبتمبر 14 أكتوبر عيد وحدتنا الأبية الذي لن نتخلى ولن نتنازل عنه المؤتمر الشعبي العام والطائد علي عبد الله صالح من أسسه ومن بناه مهما اختلف عليهم المختلفون ومهما حصل فلن نتنازل عن هذا اليوم وأيضا أربعة ديسمبر التي استرشد فيها الأبروخي لهذه المنظمة نحن حددنا هدافنا ورتبنا المكان ودعونا الناس وكان الحمد لله الحضور جيد وكان لدينا أيضا ضيوف آخرون من ولاية نيورك وولاية نيجرسي حضروا وكانوا موجودين وبرغم أنه كان أمس اثنين من الأخوة التي فاجأنا بهم القدر صباح أمس إلا أن الحضور كان جيدا وكان رائعا الكلمات لم تكن كثيرة أعتقد أنها كانت تقريبا ثنتين واحدة أنا ألقيتها واحدة ألقاها أحد الأخوة الضرياء سوف نتطرق سوف نتطرق إليها نعم أستاذ وليد فداما سوف نتطرق إليها وهذه كما تشاهدون المشاهدين بعض من مظاهر الإحياء الذكرى الرابعة لثورة الثاني من ديسمبر التي دعا إليها الزعيم شهيد علي عبدالله الصالح في مثل هذا اليوم أو في اليوم ذاته الثاني من ديسمبر نشاهد بعضا أو جانبا من هذه الاحتفائية وأعود إليكم شكرا جزيلا لك أستاذ وليد فداما من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من مولايات ماتشغل بعد أن قلقى وصيته وأعلن انتفاضته التي ستبقى أيقونة الثوار حتى استعادة الجمهورية رحل صالح فنكست رحل صالح فنكست من بعده كل أصوات السلام ولا من أقسم بالله أنه ليتتنفينت فنكست من بعده كل أصوات السلام والأمان والحلم الذي كان يرايد كل أبناء اليمن المشاركون في الفعالية إذن هذه دموع وليد فداما وما كان إلا واحد من الملايين الذين يبكون اليوم ويستذكرون بكل فاخر وبكل اعتزاز وبكل ألم تلك الحقبة التي خسروها وفقدوها برحيل زعيم علي عبدالل صالح أعود إليك دكتور جمال دكتور إذا ما عدنا إلى الوصايا الزعيم العشر واستقرأناها من مضمونين حملتهما تلك الرسائل داخليا وخارجيا كيف تستعرضوها؟ أولا ختم حياته الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح بالوصايا التي حملت في طياتها العديد من الرسائل سواء كانت رسائل للداخل أو للخارج ناهيك عن الترتيب التسلسلي والمنطقي الذي جاء في رسائل أو الوصايا كان تسلسل منطقي يحمل هيكل ومنظومة معينة للحاضر والمستقبل طبعا بدأ بالهبة بوصيته الأولى ينادي الشعب العظيم الشعب اليمني العظيم أن يهبه وهنا الهبة اشتشعارا للخطر الحاصل للجمهورية والثورة فكان نداءه للشعب اليمني يهبه ولكن تكون دعوته لحزب أو طائفة معينة وإنما كان لعامنية الشعب فقد كان علي عبدالله صالح رحمة الله تغشاه ليس أبا للمؤتمرين فقط بل لكل اليمنيين والدليل على ذلك لم يكن رئيسا للمؤتمر فقط فكان رئيسا لكل القوى السياسية الموجودة في اليمن واختتم حياته وهو يقول هبه لأبناء الشعب اليمني العظيم في كل المحافظات في كل المديريات في كل العزل في كل القرى في كل الأحياء وحددها جغرافيا جغرافيا هنا جغرافيا ينادي الجغرافيا من شمال اليمن لقنوبه ومن شرقه إلى غربه لم يستدعي منطقة معينة أو عزلة معينة أو محافظة معينة أو في صنعاء إنقذونا فرضا فكان الهبه من أجل الاشتشعار للخطر الذي يحاك على والمخطط الذي سيلتهم الثورة والجمهورية وأتى بوصيته الثانية معبرا عن الثورة ثورة وهو يدرك بأن من أتأهم من الميليشيات يريدون يعيدون على العهد القديم وإلى قبل ما ونحن نعلم بأن قامت الثورة اليمنية وضحى من أجل الثورة 26 ستمبر و14 أكتوبر العديد والمئات والآلاف من الشهداء حتى تحققت الجمهورية فاشتشعارا بالثابت الوطني والثوابت الوطنية الثورة والجمهورية واشتشعار الخطر نادى بالهبة من أجل الثورة والجمهورية وأتاة الوصية الثالثة أيضا تحمل أيضا الوحدة اليمنية ثم شعارا للوحدة اليمنية وهو المنقز التاريخي الذي تحقق في عهد الزعيم علي عبدالله صالح وهو من منقزات ومن أهداف ثورة الثالث والعشرين ثم بعد ذلك أتاة الحرية الديموقتراتية التي هي من منقزات المؤتمر الشعبي ونحن نعلم أنه سلم السلطة من أجل الحفاظ طوعيا في 2011 من أجل الحفاظ على الديموقراطية والحرية لكن هناك من يدرك وهناك من يعلم بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى السلطة أخي مهما أسحبنا ومهما تكلمنا في الوصايا لا نقدر أن فيها أو نتحللها في برنامج واحد وإنما يريد لها كتب وأشياء ولكن سنحكي عن الدلالات وعن الرسائل التي أرسلها هنا أرسل رسائل للداخل للقوة السياسية بالصفح والتسامح وهذا كانت ميزة بالشهيد الزعيم علي عبدالله صالح دائما حل القضايا داخليا وخارجيا بالحوار والتصالح والتسامح ونحن نعلم وندرك لم يكن علي عبدالله صالح في يوم ما دمويا وكان يحل كل القضايا حتى مع الخصوم السياسيين بالتصالح والتسامح معهم هذه رسائل وجهت لوحدة الصف الجمهوري لكل القوى السياسية وكانت دعوته واضحة ودعوته أيضا للحوار ودعوته أيضا لشعب اليمني قاطبة من شماله إلى جنوبه بحفاظهم على جمهوريتهم وعلى ثورتهم وعلى وحدتهم وعلى الحرية أيضا هناك رسائل للخارج لمد قسر الحوار وأن يحاوروا السلطة الشرعية وهنا كان يكرس حول السلطة التشريعية وهنا كيف الإيمان بالدستور والقانون أيضا أرسل رسائل عديدة ودلالات نستلهم منها الحاضر والمستقبل وكانت خريطة طريق عندما أقول كانت خريطة طريق أو خريطة لتبنيها للحل السياسي الوطني لم تكن دعوة علي عبدالله صحيح رحمة الله تغشاه بمدعومة بأجندا خارجية ولكن وطنية خالصة من داخل الوطن لم يكن هناك بدعم خارجي أو من أنه خرج من صنعه حتى يدعو بالانتفاض من خارج صنعه ولكن من داخل صنعه هذه لها مدلولات كثيرة أيضا كسرت حاجز الخوف كسرت حاجز الخوف لدى الشعب اليمني وصايا والانتفاض وانتفاضة الثاني من ديسمبر عندما اليمنيين كانوا مشتشعرين بالقبع الذي تمارسه الحوثيين ولكن هنا كسر حاجز الخوف ونحن نعلم جميعا وندرك بأن من مواليد 2 ديسمبر هي القوات المشتركة وحراسة الجمهورية وانتفاضة حقور وانتفاضة البيضة وغيرها من الانتفاضات هذه اللي كسرت الحوف وكانت البداية لها الثاني من ديسمبر أيضا عرت الوصايا عرت الحوثيين داخليا وخارجيا لدى المجتمع الخارجي عرأته تماما من انتهاكه للحقوق بوسائل القمع بالنسبة للمجتمع الخارجي رسمت خريطة للمستقبل كيف لو تم تبني هذا بمشروع وطني للمؤتمر الشعب العام سواء يتبنها بالحاضر أو للمستقبل سواء مع القوة السياسية الأخرى أو يتبنها كمشروع مشروع وخطة وهذه هي أهداف الثاني من ديسمبر معبر عنها بالوصايا أغلبيتها والوصايا هي ثوابت وطنية تحكي عن الوطن تحكي عن الثوابت الأساسية تحكي عن الحرية عن الديمقراطية عن الوحدة عن الدستور اليمني عن الأمن والاستقرار للمواطن عن مد نحن نعلم حتى لما أرسل الرسائل للخارج نعرف حتى الحوار علي عبدالله صلى هنا تورطت يعني كان يريد بعض المجتمع الخارجي أن يورط علي عبدالله اليمن ويدخلها في متاهات ومشاكل وعلى سبيل المثال لو نتذكر جزيرة حنيش ترسيم الحدود مع الأشقى كله كان في الحوار وليس علي عبدالله صالح لن يندفع إلى الحرب وكان الآخر لحظة وهو يراعي أخلاقية الخطاب وكان الخطاب الوطني المعبر عن الوحدة وعن الثورة وعن الجمهورية وعن الديمقراطية نعم لكن دكتور نادري هل معنا الآن المحامي محمد علي علاو لم يعد إذن دكتور فيما يتعلق بالوصايا وأيضا فيما يتعلق بخطابه المباشر ورسائله لكل من الداخل والخارج يعني إذا ما استقرنا أيضا التعاطي الخارجي مع القضية اليمنية وأيضا يعني قبلها القضية العراقية واللبنانية ألا ترى بأن هناك يعني محاولة لتأجيج المنطقة العربية بل وتشيعها بين قوسين ومباركة لخطوات إيران في كل ما تقدم عليه هنا أو هناك يعني ألا ترى أن ما حدث في الثاني من ديسمبر هو جزء من مكابرة عفوا مؤامرة عالمية كما حدث من قبل ذلك للعراق تحديدا وإذا ما تحدثنا عن هذه النقطة تحديدا أيضا هناك محاولات لرسم سيناريوهات خاطئة ومضللة في عملية القبض على هذا أو كيف مقتل أو استشهاد ذاك إلى أن دحضت كلمة الزعيم علي عبدالله صالح في خطابه الوداعي الأخير بأنه تحت سقف منزله وسوف يستشهد تحت خشبه إمجازلية للتوصيل بكل تأكيد يا أخي الكريم ما حصل في العراق سابقا وهو من أجل الفضاوة من أجل البوابة الشرقية والغربية والتي كانت تحاط أو تحمي الخريجة والجزيرة العربية من المشروع الإيراني بدأ بسقوط صدام حسين رحمة الله تغشى ثانيا نحن نعلم وندرك ماذا حصل في 2011 وكانت هنا بداية المخطط والذي سار في المنطقة العربية بشكل عام وسقطت أحزاب وسقطت أنظمة ولكن في اليمن ما حصل هو نفس المخطط كان يدور في المنطقة العربية ومنها اليمن فكان المخطط هو إسقاط النظام وإيجاد الفوضى البديل على النظام والوصول إلى السلطة لجماعات حزبية أخرى لأنها تدرك وتعلم كل العلم إنها لا يمكن أن تصل إلى السلطة عبر تناديق الاقتراع وإن السواد الأعظم أمامها هو المؤتمر الشعبي العام لأنه يمتلك حاضنة شعبية قوية ولا يمكن الوصول للسلطة فكيف يتم إطاحة النظام وإسقاط النظام ونحن نعلم ماذا حصل في دار النهدين في بداية حاولوا كذا بعدة خطط أولا في تفجير دار الرئاسة ثانيا استدرك الأمر على زعيم الشهيد رحمة الله تغشاه هو حفاظا على المكاسب الوطنية التي تحقق تسلم السلطة طوعيا رغم أن مدته لم تنتهي وكانت الفترة ما زالت تسمح له أن يكمل فترته ولكن حكم للدماء فالمخطط يا أخي هو ما زال كان مستمر وأجأت في 2017 لم يترك هناك تنفس للزعيم الشهيد علي عبدالله صالح سواء من دول الجوار حقيقة الأمر فكان مضطر للبقاء في وطنه وهو لا يمكن رجل حكم 33 سنة أن يخرج من داخل الوطن رغم العروض التي عرضت عليه ولكن النازع الوطني وحفاظا على المكتسبات وحفاظا على الجمهورية وحفاظا على مؤسسات الدولة لعل وعسى فحاول أن يكون شريكا مع الحوثين ليس ضد الدولة وإنما لعل وعسى حماية لبعض مكتسبات الثورة ومؤسسات الدولة ولكن هناك كان من يزرع الأرغام وهناك هم يخططون لهدف آخر وهو كيف الاستيلاء بالمخطط الذي لم يستدرك أو لم ينتهى في 2011 فاستطاعوا بغدرهم الخبيث وأن يسقطوا أو أن يهجموا الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح في داخل مسكنة عندما أعلن الانتفاضة ولذلك لن يتدخل المجتمع الدولي حقيقة الأمر وكان بمقدور دول التحالف أنا أقولها بكل سرق وبكل أمانة كان مقدورها أن تطلع بطلعات طيران ولكن تشتشعر بأن المخطط كان جامع هذه الحقيقة أنا هذا رأي كرأي شخصي أقولها وإلا عند حصاره وفي بيته بثقونات من قوات من قبل ميليشيات الحوثي بكل ما تمتلكه من أنواع الأسلحة والقوات التي دخلت من صعدة وهجمت إلى داخل منزله كان هناك باستطاعة التحالف أن يضرب طيران أن يكون هناك عدة وسائل تتخذ ولكن لم تتخذ صحيح إعلاميا وفي ساعة الانتفاضة وقفت الدول سواء في دول التحالف مع الانتفاضة لكن كواقع عملي يطبق في أرض الواقع في ساعة المعركة لم نجد شيئا من ذلك ما أبعاد عدم هذا التطبيق برأيك أعتقد يا أخي هناك مخطط كان ليس بيد الدول للتحالف أو هو مخطط ومؤامرة دولية تسعى لها الخارج من أجل تغلغ إيران في المنطقة سواء في اليمن وبعدها في السعودية أو في دول الجزيرة العربية هو مخطط ساري كما حصل في العراق ويحصل في اليمن وهناك الجزيرة العربية نحن الآن لما نقول الشعب اليمني هو يدافع هو يدافع عن الجزيرة الآن وحقيقة الأمر عندما ندافع عن وطننا أيضا ندافع عن الجزيرة العربية لأنه الهدف الإيراني هو هدف التهام الوصول إلى مكة نعم وهذا أيضا ما يجعلنا نستذكر خطاب حسين الحوثي ذات حين عندما قال بأن اليمن ويعني القوات المسلحة اليمنية شاركت فعليا في حرب العراق ضد إيران وسيدفع الجيش اليمني الثمن عن بكرة أبيه وهذا كان أيضا من ضمن المخطط لكن عندما دكتور نلاحظ هذه المباركة ما نوعها لماذا البجتمع الدولي أمريكا بريطانيا تذلل لإيران هذه الهيمنة والسيطرة على أكثر من قطر عربي دون أن يكون لها أي موقف برأيك أنا أعتقد أن هناك دور كبير للدور البريطاني الآن والإمريكي في الدعم الإيراني وهذا واضح جليا يعني في المنطقة وعلى المواقف البريطانية لإعادة خاصة في الواقع اليمني وإعادة التاريخ إلى الوراء كما كانت بريطانيا تستعمر في المحافظات الجنوبية وللعاء الإمامة في الشمال هذا من ناحية الناحية الثانية نحن ندرك والشهيد الزعيم أدرك ذلك مبكرا وكان يحكي وكان يطرح تلك المواضيع والتقسيم وما يحاكم المؤامرة على الوطن العربي ومن ضمنها اليمن وطرحها في عدة لقاءات وهذا ما وصلنا إليه وكنا نقول حتى ناتج عن المش كان يعلم الغيب لكن هنا الحنكة السياسية والحكمة والخبرة التي لدى الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح كان مستشرق للمستقبل وكان يدرك من أين أتى الدعم ونحن نعلم جميعا من أين أتى الدعم المادي لمقتل الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح نعم نعم الشيخ نبيل الجماعي من الولايات المتحدة الأمريكية ينضم إلي وهو نائب رئيس الجالية اليمنية في الولايات المتحدة بعد إذنك دكتور جمال أذهب إليه أستاذ نبيل مرحبا بك وكيف استقبلت الجالية اليمنية ذكرى 2 ديسمبر الرابعة نبيل الجماعي هل تسمعوني ألا شباب في الشيخ نبيل هل تسمعوني إذن إلى أن يتم تجهيز الاتصال أعود إليك دكتور جمال يعني الإمامة حكمت اليمن ربما يعني لألف عام والجمهورية عمرها بضعة عقود وكان هناك مساع حثيثة عدما نتكلم على الصعيد الدولي في تدمير هذه القفزة الديمقراطية النوعية في اليمن وإعادة اليمن إلى ثالوف الفقر والجهل والمرض اليوم نتحدث عن سلطة عادت إلى هذه الفئة من جديد برأيك ما هي الخطوات القادمة وكيف سيتعطى اليمنيون أولا وأيضا المجتمع الدولي مع ما يحدث اليوم في اليمن من عودة كل تلك المسميات التي كان يخشها اليمنيون ويتفاهدها اليمنيون وأقيمت الثورات للقضاء عليها سابقا أولا لازم تمر علينا ذكرى 26 ستمبر لم نشعر بها لأننا قيل من بعد 26 ستمبر الآن اشتشعرنا قيمة ثورة 26 ستمبر وقيلنا اليوم الذي يعيش الواقع وخاصة الذي تحت سيطرة في المحافظات التي تسيطر عليها ميلياشيات الحوثي تدرك قيمة 26 ستمبر وقيمة ما ضحى به شهداء 26 ستمبر أيضا الشعب اليمني لا يمكن أن يرتضي العبودية وهو مرحلة خوف وترهيب وتقويع من قبل تلك الميلياشيات لا يمكن أن يصبر على الظلم الذي يمارس الآن في الداخل من تفجير من انتهاكات الحريات من قطع رواتب من 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 إلى آخره لا يمكن الشعب الآن يا أخي الكريم تدخلنا حتى في عادات دخيلة علينا لم تكن موجودة اعتقال النساء حتى في السقون هذه قريمة يمارسها ميليشيات الحوثي بالترهيب والترغيب وقمع الآخرين لا يمكن هذه النوعية والسؤال الكريم ولو قطعتها سوف أعود إليها بعد أن نذهب إلى الاتصال قبل أن نفقده وكما فقدنا اتصالا آخر من قبل الشيخ نبيل الجماعي من الولايات المتحدة الأمريكية وهو نائب لرئيس الجالية اليمنية هناك الشيخ نبيل أولا هل تسمعوني مرحبا نعم الشيخ نبيل أنا أسألتك قبل قليل عن مظاهر استقبال الذكرى الثاني من ديسمبر من قبل الجالية اليمنية وأحيائها في الولايات المتحدة وأيضا ولاية أخرى هي ذكرى سنوية من استشهاد الزعيم وانتفاضته في الثاني من ديسمبر يحييها تحييها الجالية اليمنية كل سنة وهذه السنة الرابعة ولن نقف حتى بإذن الله ننتصر وانتفاضتنا لم تكن مجرد ظاهرة آنية أخذت وقتها وذهبت بل هي حاضرة فيها وفي كل أحرار اليمن قولا وفعلا سلوكا وممارسة وثقافة ثورية معاشا طالما أسبابها قائمة ومسدباتها حاضرة ودوافعها متوفرة وأهدافها محدودة ورجالها متأهبون لن نتوقف عن السير فيها ولن نتنكر لدماء وترحيات شهداءنا الأبرار على رأسهم الزعيم الخالد علي عبد الله صالح ورفيق دربه الشهيد الأمين عارف الزوكا رحمهم الله نعم نعم أستاذ نبيل هناك من يفرق بين الإمامة والحوثية في نسختها كيف يقرأ المواطنون اليوم سواء كان المواطن مغتربا أو مقيما أو معاشرا أو قارئا لأحداث السابقة كيف يفرق بين هاتين المفردتين وأيهما أكثر وطأا وثقلا على كاهل المواطن اليوم لا ليس هناك أي فرق ما بين الإمامة والحوثية هم يعني أتوا من من مستنقع واحد جميعهم وكما قال الزعيم رحمه الله في آخر خطاب لقد عبثت الميليشيات الحوثية خلال الفترة الثلاثة سنوات أندا والخمسة سنوات والشتر سنوات حاليا أكثر مما عبثت به الإمامة خلال الفترة الزمنية التي تقلد في الحق نعم أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ نبيل الجماعي نائب رئيس الجانية اليمنية من أمريكا أعود فيما باقي من الوقت لدكتور جمال الحميري دكتور ربما قطعتك قبل قليل وأنت تتحدث عن عمليات إجرامية تقوم على مرء ومسمع من المواطنين وأيضا من المجتمع الدولي بمختلف المسميات دعني أسترجع معك قليلا وأستحضر تلك اللحظات في عام 2011 عندما خرج المواطنون وتقودهم نخب معينة ونعرفها جميعا إلى الساحات وإذا بقائلهم يقول إرحل لكي تعود كذا وإرحل لكي يعود المغتربون وإرحل لكي يعني كل هذه الجرائم اليوم التي نشاهدها لماذا لا ينبري هؤلاء من بين ركامهم وينادون بما نادوا به من قبل على الأقل يا أخي نحن نعلم هذه كانت نقول دعايات وأشياء اللي غالطوا بها الشباب المظلوم والشباب اللي على نيته كان في الساحات كان خرج من أجل وظيفة أو من أجل شيء معين ولكن هم غرروا على الشباب بتلك الخطابات ونحن ندرك ونعلم جميعا أن هذه الخطابات كانت خطابات رنانة للوصول إلى السلطة وإفراغ وفراغ النظام ووجود حالة من الفشل أو الفراغ الدستوري وكلمتهم لما يسقط النظام يعني ووجود الفراغ من أجل أن يصلوا إلى السلطة هذه أشياء مفروغة منها ولكن اليوم نحن نقول سياسة الترهيب والترغيب التي يمارسها ميليشية الحوثي في الداخل وعدم موجود وفقدان الثقة أخي الكريم بالشرعية بحكومة الشرعية على سبيل المثال قضية حقور كلما جاءت انتفاضة الشعب اليمني فقد الثقة والآن نحن بحاجة كبيرة وحاجة ماسة لعادة الثقة ما بين السلطة أو ما بين المقاومة التي في القارج وكأحزاب سياسية مع الداخل الناس فقدوا الثقة لأنها فرضا انتفاضة العوج أو انتفاضة كذا ماذا أميلات الشرعية ماذا صنعت هذا خذلان يجي خذلان بعد خذلان الناس هناك ناس حالتهم صعبة ولكن وأكد لك كل التأكيد إن الانفجار الثوري الحقيقي هو سيأتي قريبا قريبا جدا وهم منتظرين رجال الأبطال أن يسقطوا بعض المحافظات وستخرج الجماهير في كل محافظة يطالبوا بحقوقهم ويعروا تلك الميليشيات ولكن الآن خوفا وميليشيات الحوتية استخدمت عدة أساليب للتخويف والترغيب والآن ندرك جميعا ويجب على كل الناس والوطنيين والجمهورين أن يدركوا الحوثي يلعب لعبتين اللعبة الأولى هو عملية تطويل الفترة الزمنية من أجل أدلكت جيل جديد للمستقبل والخطة الثانية هو كيف إعادة الصفوف للمعارك الميدانية أخير الحوثي ضعيف جدا وهو يعني إذا فتحت الجبهات أنا سأل السؤال بس لماذا لم تفتح الجبهات كلها في وقت واحد لماذا تغلق من قبل المجتمع الدولي أو من قبل خارج كل الجبهات وتفتح جبهة واحدة وتغلق بقية الجبهات وكلما سيتحقق نص أجاءت لنا اتفاقيات هذا كله مغالطة على من يعني أصبحت الأمور الآن مكشوفة لا يمكن أنك تغالط المواطن أو أصبح فاهم وواعي ومدرك ذلك وكما قال الشهيد الزعيم رحمة الله تغشاه لن تأتي الحلول من الخارج الحلول تأتي من الداخل عندما توجد الإرادة الشعبية الإرادة الوطنية الإرادة الجمهورية لدى الشعب اليمني ستتحقق نعم إذن أبي دقيقة دكتور في ظل ما ذكرت يعني ما هي رسالة التي يمكن أن نوجهها توجهها اليوم بهذه الذكرى للمواطنين للشعب اليمني شمالا وجنوبا لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي في الداخل والخارج لقيادة المؤتمر أولا حقهم من حقهم كمؤتمرين أن يفتخروا ويفاخروا بأن المؤتمر الشعبي قدم في أيام حياة الزعيم تنمية ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من أمن واستقرار وقدم تضحيات من أجل اليمن ومن أجل الثورة ومن أجل الجمهورية ومن أجل الوحدة ومن أجل الديمقراطية أغلى ما لديه قدم رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمين العام وسنظل نفتخر في ذلك صحيح أنه ألم لنا وكان صدمة قوية وكبيرة ولكن هو كما كان ألم فهو أمل سنظل نفاخر بهذا أن المؤتمر الشعبي قدم خيرة ما لديه من الرجال وضحى من أجل الجمهورية والوطن وسنظل على دربهم سائرون إن شاء الله إذن الجميع يشتقوا لعلي عبدالله صالح الغني الذي صار فقيرا والفقير الذي تحول إلى معدم والشيخ الذي أصبح مهانا مذلا ورجل الأعمال الذي فقد أعماله والوزير الذي بلا وزارة والضابط الذي بلا كرامة والموظف الذي بلا راتب والصحفي الذي يربط اليوم بلا حرية هكذا قال أحدهم في ختام هذه الحلقة مشاهدين العزاء لا يسعني إلا أن أشكر عضيفي العزيزة الدكتور جمال الحميري عضو اللجنة الدائمة وشكره موصول أيضا لمن كان معي قبل قليل نبيل الجماعي وفؤاد فدامة من الولايات المتحدة الأمريكية ثمت قضية أخرى وضيف آخر ألتقيكم خلالها بإذن الله تعالى في الثلثة المقبل حتى الملتقى أستودعكم الله اشتركوا في القناة